سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمري وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا وعلى حبه لماذا خلق الله الموت السؤال ينبغي أن نطرحه لأن كل واحد منا سيواجه هذه الحقيقة عاجلة أو عاجلة حتى أن كثير من الفلاسفة قالوا الحقيقة المطلقة الوحيدة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد وسيواجهها كل أحد هي الموت فإذا ما فكرت أن هذا آخر يوم سيكون لك وكررت هذا التفكير كل يوم يعني مثلا اليوم ستفكر أن هذا آخر يوم في حياتك غدا ستفكر أن غدا آخر يوم وهكذا كل يوم يمر عليك إذا فكرت أنه سيكون آخر يوم في حياتك لابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يكون توقعك فيه صادقا بالفعل سيكون هناك يوم ينهي هذه الحياة وهذا مصير كل الناس كل الكائنات كل الكون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام الحقيقة هذا السؤال أيها الأحبة بهم جدا لنتذوق معنى الحياة لأنك إذا لاحظت اليوم تجد الناس يلهثون وراء الدنيا يلهث وراء البناء يبني ويجمع ويبني ويجمع ثم يموت ثم يأتي بعده شخص آخر من أولادي يبني ويجمع يبني ثم يموت وهكذا طيب وبعد ذلك ما الذي يحدث إذا لابد أن نفكر لماذا خلق الله البوت القرآن يجيب عن هذا السؤال قال تبارك وتعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هنا الشيء الذي خلق الموت أولا ثم الحياة إذن كأن الموت هو أهم من الحياة وهو أساس الحياة ولولا الموت لم تنشأ الحياة كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إذن الإنسان كان أساسا في حالة الموت حالة لا شيء حالة سكون فأحياه الله وكذلك الأرض تجد الأرض هامدة جامدة خاشعة لا تجد فيها أي مظاهر للحياة عندما ينزل الماء تبدأ هذه الحبيبات الموجودة في التراب ما يسمى بغبار الطلع وما يسمى بحبوب لبعض النباتات تبدأ تنمو وتبدأ تعطينا الثمار واللون الأخضر والأشجار فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوجة به كذلك يحيي الله الموتة كذلك نخرج الموتة وكذلك تخرجون آيات كثيرة فإذا الأصل هو الموت هكذا يجب أنا كإنسان مؤمن يجب أن أفكر بهذه الطريقة الأصل هو الموت والحياة هي حالة طارئة أعيشها الآن مثال آخر أيها الأحبة أنت ستعيش ستين أو سبعين سنة لديك يوم ستذهب فيه في سفر وتعود في المساء هذا اليوم هو الحالة المؤقتة هذا اليوم الذي ستسافر وترجع فيه خلال ساعتين أو ثلاث ساعات هذا اليوم هو حالة مؤقتة أنت لا تكترث به ولا تعمل من أجله ولا تفكر به كثيرا لماذا؟ لأنه عبارة عن رحلة قضاء حاجة تذهب ثم تعود ولكن حياتك الأساسية أين في الدنيا هي الستين سبعين سنة طيب الستين سبعين سنة مئة سنة التي ستعيشها هي لحظة من لحظات يوم القيامة لذلك قال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع يعني الدنيا فيها متاع أمتع كثيرة الجهاز الموبايل هو متاع تستمتع به ما قيمة هذا الجهاز بالنسبة للدنيا؟ لا شيء هناك أشياء أمتع كثيرة تحتاجها اللباس هذا متاع الطعام متاع الشراب متاع كله متاع فإذن وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع؟ إذن يجب أن تعدل نظرتك للدنيا وتنظر إلى هذه الدنيا على أنها مرحلة مؤقتة وستذهب بعدها إلى الحياة الحقيقية لذلك قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سبحان الله هذا الأمر أحبتي في الله معظمنا يغفل عنه معظمنا أحبتي في الله يغفل عن مثل هذا الأمر للأسف مع أنه حقيقة واقعة ينتظر كل واحد مننا إذن يجب أن أعتقد أن الموت خلق لهدف أهم من الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء تصور أخي الحبيب لو أن الدنيا ليس فيها موت تصور لو أن الظالمين لا يموتون ماذا ستفعل تصور لو أن الجبابرة والمتكبرين لا يموتون يأكلون الضعفة ستصبح الحياة تعيسة جدا تصور لو أن هذه الأشجار لا تموت ولا تأتي أشجار بعدها وليس هناك نباتات تنمو باستمرار حركة الموت والحياة هذه في الكون مهمة جدا لاستمرار الكون لذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أن هذا الإله العظيم خلق الموت أولا خلقك أيها الإنسان ميتا ثم أحياك الهدف من حياتك هي الإختبار إذن أنا الآن في حالة اختبار إذا مرضت هذا اختبار من الله لي إذا آذاني شخص هذا اختبار من الله لي ليرى هل أصبر كيف أتعامل مع الناس هل أصبر على الصلاة بالنسبة للمرأة هل تصبر على الحجاب هل تصبر على أن تطيع زوجها أن تطيع أبويها أن تربي أولادها تربية حسنة هذا هو البلاء أيها الأحبة لذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم فإذن أنت الآن أخي الحبيب في حالة بلاء كل شيء يصيبك في هذه الدنيا يعتبر أنه اختبار لك إذا جاءك رزق من الله فتحت عليك أبواب الرزق يجب أن تعتقد أن هذا الرزق هو ابتلاء من الله هل تنفقه في سبيل الخير أم في سبيل الشر إذا رزقك الله ولدا تقر عينك به هل تنشئه على الإيمان والتقوى ومخافة الله عز وجل وتنشئه على حب الخير أم تنشئه على الطعم الطمع والجشع وحب المال وحب الدنيا وإذاء الآخرين طيب أنت الآن موظف في مكانك جاءك إنسان يريد قضاء حاجة وأنت لن تستفيد منه شيئا ولكن تستطيع أن تقضي حاجته هذا ابتلاء من الله عندما جاءك هذا الإنسان وطلب منك هذه المساعدة أو هذه الخدمة هذا اختبار من الله إذا لم تؤدي له هذه المساعدة أنت فشلت في الاختبار لأن مساعدة الناس مفروضة علينا أيها الأحبة بنص الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكلمة أخ هنا يمكن أن نعمم معناها من أخوة الإيمان إلى أخوة الوطن إلى أخوة الإنسانية فيجب أن تحب الخير للناس وتساعد الناس كما تساعد نفسك إذا امتنعت عن مساعدة الناس أنت فشلت في الاختبار طيب إذا يا هل ترى إذا رزقك الله دارا وزوجة ومال هل تحافظ على قيام الليل أم تنسى قيام الليل لأنك انشغلت بالدنيا انشغلت بالمال هل تحافظ على أداء الصلوات كما كنت تحافظ عليها في حالة الفقر أو حالة الضيق هذا هو البلاء إذن الهدف الرئيسي من الموت هو البلاء الهدف الثاني أيها الأحبة الرحمة للمؤمن لأن المؤمن عندما يكبر الموت المقدر نحن قدرنا بينكم الموت الموت له أسباب مقدرة أيها الأحبة فهناك إنسان تنتهي حياته بحادث بغرق بحرق بمرض بنوبة قلبية إلى آخره يعني الأسباب كثيرة كلها مقدرة من الله عز وجل ولكن يا هل ترى هل هذا الإنسان الذي انتهت حياته هل هذا الموت رحم له أم شر له هو مستريح أو مستراح منه الكبر أيها الأحبة ومن نعمره ننكسه في الخلق الأفعال أو الأعمال أو الأفعال التنكسية في الخلايا تحدث بعد سن الأربعين ولذلك تبدأ الكثير من الأمراض التي لا علاج دها أمراض الشيخوخة حتى تنتهي بالموت فكثرت الأمراض وكثرت المعاناة وكثرت الألم والضعف إنسان يصبح ضعيفا في نهاية عمره لا معين له قد يتخلى الناس من حوله عنه فيكون الموت علاجا له يستريح من عناء الدنيا ويذهب إلى الله عز وجل إذا كان كافرا يؤذي الناس ويضر الناس فهذا يستراح منه مستراح منه ترتاح البشرية من أفعاله وأذاه وشره إذن الموت له هدف مهم جدا طيب ماذا يساعدني أنا كمؤمن أن أعتقد أن الموت له هدف طبعا سأبدأ أغير نظرتي للحياة بدلا من أن أبدأ لأبنية بدلا من أن يكون هدفي نهايته هو الدنيا سيصبح هدفي يبدأ من الدنيا ولكن نهايته هي الآخرة يعني أنا الآن أبني في الدنيا يجب أن أعتقد أن هذا البناء لا أستطيع أن أخذه معي الفيلات والقصور والمتاع والأموال والذهب هذه أشياء لا أحد يستطيع أن ينقلها معه إلى القبر طيب إذن أنا أريد أن أبني بناء في الآخرة أريد أن أبني بيتا في الجنة نريد أن نفكر بهذه العقلية أيها الأحبة أنا أبني بيتا في الدنيا لأعيش فترة مؤقتة فيه أحتمي تحت سقفه أنا وأولادي وعائلتي ولكن يجب أن أعتقد أنه فترة مؤقتة فقط لأنني سأغادر هذا البيت البيت الحقيقي الذي يجب أن تبنيه هو بيت الجنة لذلك إمرأة فرعون ماذا قالت؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فهذه إمرأة فرعون التي كانت تعيش في القصور وكانت تجري من تحتها الأنهار وكانت كنوز العالم تحت قدميها كيف فكرت؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة سبحان الله ما هذه النظرة العميقة للأمور نحن الآن نلهث من أجل شقة نشتريها بالربا ونخاف أن يعني يضيق رزقنا وامرأة فرعون التي كانت تعيش في القصور تركت كل هذا وسألت الله أن يرزقها أو يبني لها بيتا في الجنة لذلك أخي الحبيب يجب أن تفكر ببيت الجنة قبل بيت الدنيا لأننا أصبحنا الآن أول طموح لنا تأمين البيت وتأمين السيارة وتأمين العمل والمكتب والدراسة والشهادة وكذا طب هذه أمور جيدة الملحدون يعملون عليها على فكرة وأفضل منها إذن هذه لن تدخلك الجنة ولن تبني لك بيتا في الجنة هذه متاع الحياة الدنيا الله سيرزقك لا تيأس ولكن يجب أن تغير نظرتك من نظرة هدفها ينتهي في الدنيا إلى نظرة تبدأ من الدنيا وهدفها ينتهي في الجنة إن شاء الله وبالتالي أخي الحبيب عندما تدرك لماذا خلق الله الموت وقتها تستطيع أن تتذوق لذة الحياة لأن الإنسان يحتاج لأمل أيها الأحبة الذي ينغس لذة الحياة أخي الحبيب هل تعلم ما هو الذي ينغس عليك لذة الحياة أن هذه الحياة ستنتهي بالموت الذي لا يحب التفكير بالموت ومنغمس جدا في الدنيا أسوأ ما ينغس عليه ملذات الحياة هو الموت يخاف من الموت يحاول أن يهرب من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون منه فإنه ملاقيكم هذا الموت هو كائن يأتي باتجاهك وأنت ستلتقي معه ذات يوم هو يوم الموت فإنه ملاقيكم يجب أن تعتقد هذا يجب أن تعتقد وأنت تشاهدني الآن أن الموت هو كائن يقترب منك متى ستلتقي معه الله أعلم ولكن يجب الإنسان الذكي يجب أن يكون مستعدا للقاء الموت الإنسان الغبي هو الذي لا يأخذ استعداداته اليوم إذا حصل مثلا ارتفاع في أسعار الذهب مثلا يعني أو أسعار العقار أو أسعار الدولار أو إلى آخر يعني فيقول الناس والله فلان ذكي جدا اشترى كمية كبيرة من الذهب وربح مبالغ طائلة لأنه انتظر عليها حتى ارتفع ثمنها طيب أنت الآن أعجبت بشخص حصل على ربح مادي بالنتيجة سيتركه وراءه ويذهب يعني لن يأخذ معه شيئا طيب معنى ذلك الإنسان الذي لا يفكر بلحظة الموت ولا يفكر ماذا يحمل معه للآخرة ماذا يحمل معه للقبر إذن هذا إنسان غبي مهما كان غنيا يعني مثل الفرعون بنى القصور وبنى 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 وقال أنا ربكم الأعلى وبعد ذلك أيها الأحبة ماذا فعل بعد ذلك أغرقه الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فهذا الفرعون أيها الأحبة ماذا استفاد من هذه الدنيا لا شيء قبل أن أن يأخذه الله بلحظات وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت من قبل طيب يعني الآن تذكرت تؤمن بعد أن يعني طغايت وتكبرت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لذلك أيها الأحبة يعني والله الإنسان الذي يفكر بالموت يكون أكثر سعادة بمليار مرة من الذي لا يفكر بالموت الإنسان الذي يفكر بلقاء الله أكثر سعادة من ذلك الذي لا يأبه للقاء الله ولا يفكر ولا يحسب لقاء الله عز وجل الإنسان الذي كل يوم يفكر بالموت يكون سعيدا أحبتي في الله التفكير بالموت السعادة لأن لأنك أنت لا تفكر بآلام الموت وأن الموت هو نهاية الحياة نهاية السعادة لا أنت تفكر بالموت على أنه بداية لحياة جديدة بداية للقاء الله بداية للقاء الملائكة بداية لأن تحقق ما تشتهيه نفسك هناك في عالم البرزخ هو بداية لنهاية المآسي والأحزان أنت ستقضي بعد ذلك على الخوف والجوع والمرض والفقر والظلم والذل هذا هو الموت أيها الأحبة الموت ليس هو يعني حالة النهاية هو مرحلة انتقالية يجب أن نفكر هكذا الملحدون نجحوا في وضع وهم في عقول معظم الناس أن الموت هو النهاية لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بيوم القيامة ولا بالجنة ولا النار فلذلك الموت بالنسبة لهم هو نهاية هذا الكائن هذا الكائن أصلا نشأ بالصدفة من قرود سبقوه وكما تموت القرود سوف يموت هذا الإنسان وينتهي ولا قيمة له لذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة الملحد واليهودي حريص جدا على الحياة لأنه لا يؤمن بالآخرة يحب الدنيا حريص عليها فإذن أيها الأحبة هذه هذه النظرة لما بعد الموت نظرة سعادة لأنك عندما تمر بحالة مرض ستفكر تقول أنا بعد الموت لن أمرض أبدا إذن هذا إحساس سعادة تماما إذا كنت في رحلة أو كنت في سجن مثلا نأخذ مثال يعني بسيط إنسان يعيش في السجن لمدة يوم فقط يوم واحد هذا اليوم يمر عليه طويلا يشعر أنه سنة أو أكثر من سنة ولكن هو يوم 24 ساعة ولكن في كل لحظة يقول أنا سأتحمل لأنني بعد قليل سأعود فأمله بالعودة إلى حياته الطبيعية يعطيه قوة هائلة على تحمل قوة هائلة على تحمل الوحدة والمشاكل التي تصادفه في السجن المؤمن في الدنيا عندما يتعرض لضيق في الرزق يقول أنا سأتحمل هذه الحالة المؤقتة لأن بعد الموت لن يوجد ضيق في الرزق سأرى جنات تجري من تحتها الأنهر كل يوم الإنسان وهو ميت أيها الأحبة المؤمن يرى مقعده من الجن والكافر يرى مقعده من النار كل يوم هذا وأنا أعتقد والله أعلم أن مقعد الكافر يعرض عليه غدوا وعشيا كما قال تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذا كان الكافر تعرض عليه النار في الصباح والمساء غدوا وعشيا كذلك المؤمن تعرض عليه الجنة فيفرح بها ويعيش لحظات رائعة في عالم البرزخ وهو يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله أرجو أن تحفظ هذه الآية التي أحبها كثيرا وأكررها كثيرا أرجو أن تحفظها مثل اسمك وتعمل بها قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته